هذه العليان طبعا بعد غيبة عن وسط الإعلامة عودة قوية بقناة الشرق طبعا نهي قناة الشرق وبلومبرغ الاقتصاد الاقتصاد مع بلومبرغ الشرق هي خدمة إخبارية متعددة منصات انطلقت يوم 11-11-2020 كانت انطلاقة جميلة وقوية جدا هي طبعا تابعة للمجموعة السعودية للإبحاث والتسويق معروفة ان المجموعة هي رائدة في عالم الصحافة الشرق هو القسم الإخباري فيها هناك الشق الاقتصادي الاقتصاد مع بلومبرغ فنحن بنقدم الأخبار وهناك ايضا قسم اقتصادي طبعا انت كنت بالعربية والحدث واختفيت فجأة شو سبب اختفائك او غيبتك؟ استراحة محارب يعني هو كان ده امور عائلية اجتماعية شخصية بتقدر تقول وعدت فترة وماشاء الله عودة قوية يعني موفقة عدت هالفترة هايدي خبرينك كيف شو عملت بهذا الوقت اللي بعت فيه عن الوسط الاعلامي؟ هو الفترة يعني ما كانش مخطط لها هي ظروف طرقات كان فيه ظرف مع والدتي ايضا ظرف صحي فجرف الوقت معه زي ما بيقولوا وبعدين اجي الوقت المناسب وكانت فيه فرصة انه للعودة عن طريق الشرق وانا يعني محظوظة وسعيدة جدا انه عودت عن طريق الشرق يعني هال المكان يعني كتير بيحسدوك عليه يعني شفت كتير انه فيه ناس حابين يكونوا بهذا المكان يعني عودة كتير قوية كيف كنت حضرتي او كيف جهستي حالك لهالانطلاقة كمان لانه شفنا كمان انطلاقة كتير قوية فريق عمل هو الصراحة كان فيه فريق عمل كبير انا كنت جزء بسيط ضمن فريق العمل الناس بتشوفوا انه احنا بنطلع على الهوى احنا مضيعين لكن ما بيعرفوا انه فيه فريق عمل كبير وفيه جنود يعني الصحفيين وفيه مدير اخبار فيه كبير محررين كانوا هم بصراحة هم ينسب لهم نجاح كبير في هالانطلاق المحتوى ايضا محتوى الشرق الشرق بتتميز بمحتوى هالقوي جدا طيب هدي الانت بتطلع مثلا كله اخبار واحداث وصراعات وكذا يعني انت راسك بصير كله اخبار او غرفة اخبار كيف بتعيشي هاد الحالة او كيف بعد ما تخلصي من هذا الوضع لانه بنعرف انه انتو بتضلكم بالستوديو لساعات طويلة حسب التغطية يعني حسب لبريكينج نيوز هو تعود كمان يعني اسلوب حياة بتصحب تروح على الشغل بتقع بتقرأ الارتكلز عندك ضيوف عندك محاور عندك مواضيع لازم نطرحها فهي بتكون عبارة عن يعني يوم بسلسلة اجراءات خلينا نقول او بسلسلة طريقة عمل معينة لحد ما بنقول الخبر لحد ما بيتحضر الخبر هو زي ما قلتلك هو فريق عمل في احنا هاي شو اللي بيشد الشخص لهاك مكان هاي العضواء الشهرة تقصدك الشخص اللي بنبرع اوش اوكنا لا اللي بيجي على هايك مكان على مكان انه يكون موزيع مهنية المكان مهنية المكان لما بتكون شاغل باماكن كبيرة ومتعود على اسلوب عمل معين ومستوى معين من الصحافة فبتشوف مهنية المكان على اي اساس محتوى اللي بتطرحه هاي المؤسسة شو الاسس الصحفية اللي هي بتشتغل عليها على اي اساس هل هي قناة محايدة هل هي قناة متحيزة هل هي قناة وطبعا هو معروف كل واحد كيف هو بيحب يشتغل في مجال الاخبار فهي هاي اللي بتشدك للمكان ايضا فيه ادارة ادارة ايضا مهمة نحن عم نحكي انه قصدي يعني بتحسي هذا الشغل مسهل يعني الناس بتشوف هاي ببساطة موزيع حلوة طالعات طول اخبار او كذا بس مش عارفين الموضوع بيستلزم تركيز بيستلزم تطوير بيستلزم زي يعني ده تكون ابدات كمان على كل التفاصيل فيه كتير مقاومات لتجعل منك مؤهل انك تكون في هذا المكان لازم يكون عندك هاي المقاومات يعني هون انت لازم يكون عندك المان بالاحداث بشكل عام يومية شو عم بيصير طبعا لانه انت احيانا بس رضيفة ضيوف طبعا بتكون عم تنقشي يعني فاذا قالك بموضوع تاني بدك تعرفي شو عم بيصير بالدنيا طبعا يعني انت بصير متخصص بالامور السياسية هي الحيادية كمان السياسية الحيادية يعني انت ماخد الموضوع مش من زاوية معينة بناءا علي بتقدر انه انت تطرحه يعني عم تطلقى الموضوع عم تقرأه من جميع الجوانب عندك اكثر من طرف بناءا علي بتقدر تشكل النظرة ومن النظر هاي بتقدر ان انت تطرحها طب هلا عم نشوف مثلا موزيعات او اعلاميات بهذا الدمان بتصير صاروا فاشينستات يعني بتحسي يعني يمكن بدها تكون موجودة على السوشيل ميديا بتحسي موزيعة الاخبار ما كتير الى تواجد على السوشيل ميديا او التواجدها ضعيف الا عبر تويتر اذا عنده ارادة سياسية هو مش مطلوب من موزيعة الاخبار انها تكون متواجدة بصور او تكون متواجدة بشكل يعني خارج نطاق الطرح يلي هي بتقدمه هو التغريدات كمان لازم تكون موزونة نوعا ما سوشال ميديا وسلاح ذو حدين ومكان خطير جدا طبعا ومضيعة الأخبار كمان مش مطلوب منها أنه هي تكون تتبنى قضايا معينة بشكل شخصي وتترحى بشكل شخصي إذا كانت تمثل مؤسسة هذا أصدي إذا كانت تمثل مؤسسة يجب أن تراعي أنها تمثل وتعود إلى مؤسسة وهذه ثقة في طريقة مهنية لطرح الأمور أما إذا كانت تتحدث عن نفسها تقدر تفتح أي حساب عن نفسها وتحكي فيه برحتها بعيد عن أي مؤسسة منتسبة لها أو حتى بعيد عن أي مكان عملت فيه ممكن أنه ينسب له لأن المزيعة لما تكون بهذا القالب تحت نمط معين ما في تطور لإله يعني ما بتكون إلا إذا عملت شي لإله برنامج خاص حواري هي مراحل مراحل وتطلعات وتطوير من الذات فيها تبلش بشيء معين على قدر ما كانت مهنية على قدر ما قدرت أنها توصل لأماكن مميزة على قدر ما قدرت أنها تكسب حب الناس كمان دعم الناس مهم على فكرة الكاريزمة مهمة طريقة الطرح الأسلوب أسلوب حتى السوشال ميديا كمان مهمة حتى أنها تكون منطقية وتكون واقعية وتكون مصدقة كيف بدأت تكون مذيعة أخبار يعني أنا الصبح بشوفك مذيعة أخبار وبعد شوية بشوفك منزلة صورة أزا فاشيونيستة يعني رايحة للإكستريم هنا فيه علامات استفهم يعني ببطل المشاهد أذر يستوعب ما بتعيش حياتها الخاصة مثلا عن طريق السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي دعم شابينها وبين حالها مش لازم على السوشيال ميديا يعني هو فيه مشاركات بتكون طريفة مقبولة هذه مقبولة يعني ومفهومة لكن الإكستريم في الموضوع يعني هو أصلا إحنا إنها تروح لإكستريم بعيد عن الأخبار هذا مش أنا برأيي الشخصي وطبعا كل شخص حر في حياته أنا برأيي الشخصي غير مهني بالنسبة للعمل الصحفي الإخباري تحديدا طب أنت يعني أنت وين رايح أو وين بتحبي أو وين بتشوفي حالك يعني بعد فترة كل يوم بتعلم شي جديد كل يوم بتعلم من كل اللي حولي شي جديد وبحاول أطور من نفسي وعمري ما حسيت أني أنا اكتفيت طول الوقت طول الوقت بتعلم الطموح لا سقف له طبعا بتكبر مع مؤسستك بتكبر مع أي مكان تنتسب لإله بتحاول تدور على الزاوية كل شخص بيحب وبيتمنى يكون له الزاوية الخاصة فيه كمان ظروف ممكن تخدم الإنسان فيه لبس معين لازم تطلعوا فيه كمان أو طريقة معينة والشعار بطريقة معينة يعني كله كله مدروس طبعا طبعا وأي مؤسسة professional لازم يكون عندها هاي الأسس لذلك بحكي لك بقولك الأماكن المفروض أي مضيع ينتسب لها بتكون أماكن بحسب هو كيف متعود أو هو كيف حابب يشوف نفسه بعد فترة من الزمن فيه تلفزيونات بيجيبوا بنات للأخبار كتير حلوين يعني أبا الجمال حلو الجمال شيء جميل الجمال والطلال حلوي هادا شيء حلو بس هو لي مش مقبول انه يطلب انه يكون perfect هو مهم بس مش أساسي اللي عم اللحظه هلا أغلبية موزيعات الأخبار اللي عميجوا طبعا كانت القنوات اللبنانية بلشت بهذا الموضوع بعدين شوي شوي صارت على القنوات الثانية بتحسيها ملك الجمال يعني يعني هادي عم بتزيع أحداث بتحسي اللي عم يسمعها ما عم بيصدق شوف هو الجمال والشكل الحلو وهذا شيء إن تواجد فهو شيء جميل لكن مش أساسي أبدا أبدا ولم يخدم ولا وحدة على المدى الطويل يعني إنها تكون جميلة وليست ذا ثقل أو أو حتى بالأخبار أنا عم بحكي عم مجال الأخبار أو تكون حتى إنه هي قادرة تواكب وتكون شاطرة في شغلها وقادرة إنه هي يعني تقدر توقف على الأرض صلبة من حيث المنطق والتفسير والتحليل والعمل الصحفي فلن يخدمها يعني ممكن الجمال يكون بوابة لكن مش أساسي في غيبتك هذه الفترة كيف شفت الوضع الأعلامي هل تغير عليك السوشيل ميديا؟ تغير لا هو يعني الغياب أو البعد بيخليك تشوف الأمور من منظور مختلف يعني شغلات كتير شفتها شفت مثلا إنه السوشيل ميديا السوشيل ميديا بإيدها إنه هي ترفع ناس وبيدها إنها تنزل ناس ومتل ما بتخدم ناس كمان بتهد من ناس وممكن تنسف أعمال لناس كاعدوا سنين يشتغلوا ويتعبوا على نفسهم فهي سلاح جدا حاد يعني بنرجع منقول كمان إنه يعني في عندك مثلا أنت كمزيعة أخبار طموحك أمتيلي مقلو ثقف يعني عادة إنه يعني وين بتروح مزيعة الأخبار هل تروح إنه تكون سياسية أو دبلوماسية أو أصدق بطروحات على السوشيل ميديا؟ أو بكل شيء هو طالما هي بتطرح شيء في نطاق عملها وبطريقة منطقية وبتكون يعني عم تطرح هذا الشيء بشكل مثل ما عم تطرحه ممكن حتى لو كان على تساؤل مثل ما هو على التلفزيون أو مثل على بطريقة يعني تكون مهنية صحفية لأنه هي بالأساس صحفية بدأت تكون مزيعة الأخبار يبقى هو ما فيش مشاكل فيه لكن شو بيسموها يعني ذهاب لأمور بعيدة ومواضيع وتدخلات في أمور يعني هذه ما إلى لزوم هذا رأيه الشخصي ما أنت بعيدة عن هذه الأمور البطرحية أو ممكن تنقشية يعني مشاركة الأعمال مشاركة التقارير مشاركة محتوى معين مثلا ممكن يكون نشيد فيه عمله مؤسسة صحفية كبيرة التعاطف في قضية معينة إثارة الجدل بشيء مش ملتفتين له يعني له في مكان معين هاي شغلات كلها بتخدم إحنا من دورنا حتى أنه إحنا نساعد نساعد أنه في قضية معينة بنحاول أنه إحنا نطرحها لو هي نقدر نطرحها عندنا نطرحها نقدر نطرحها إذا كانت طبعا السوشال ميديا بشكل عام لو وجدت في حالة يعني يستوجب أن تطرح على الإعلام كل الإعلام بيأخدها وفي كتير قضايا خدمها الإعلام طب هلأ أنت بتشوفك إعلامية هلأ مين هك تلاقيه بالوسط الإعلامي بمجالك هك بتحسيه بارزة أو هو معب مكانه أو له حضوره يعني أنا برأيي الشخص الراحلة نجوة قاسم نجوة قاسم تركت مدرسة كبيرة تأثرنا كلنا فيها وكل اللي بيسمعني رح يعرف أنا شو قصدي تركت فراغ كبير خسارة كبيرة للإعلام إنسانة خسرناها على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني وعلى المستوى الصحفي وعلى مستوى الوطن العربي كله لن تعوض لن يأتي أحد مثلها نجوة قاسم هي كانت حالة حالة جميلة في الإعلام وفي الأخبار تحديداً كانت مدرسة جداً 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 هي كانت زميلة قريبة للجميع إنسانيتها عالية جداً لن تعوض نجوة يعني حتى أنا بحس إنه مش المفروض أنا اللي أحكي عن نجوة قاسم نجوة قامة كبيرة جداً 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 أنتو كمزيعة أخبار بتعيشي هذه الحالة أول الأخبار والأحداث وكذا بتروحي على البيت كيف تشيل الماسك يعني بتروحي كيف بتعيشي لا هو بيبقى الموضوع يعني بنخلص الشغل بنعمل الشغل بنقدي الواجب المطلوب منها بنقدي المهمة المطلوبة منها هذا مجال شغلي مجال عملي بعدك بترجع لحياتك الطبيعية بس هي المواكبة هي اللي بتكون يعني لازم الواحد أول بأول لازم يواكب بتقولي أحياناً النشرة الأخبارية أنتو نايمة؟ لا أبداً أبداً أنا من الأشخاص اللي بيحكوا بالليل على فكرة بيطلع بيكون عم بحكي الشغلات أصدق بيني وبين نفسي بعد ما كوني نايمة مثلاً أنتو أنا أحياناً بحكي ما سألتش تشوف هو التأثر بيكون موجود لدرجة أنك مثلاً ممكن تترك الاستوديو فأكون قاعدة بالسيارة فأتذكر مقابلة عملتها فأتذكر الحديث فأقعد أرد مع نفسي أنه لا أنا كان لازم أرد عليك كذا أنا كان لازم أقطع في الموضوع والسؤال الكذا وبكون مراجعة مش أكثر يعني وبكون مراجعة مع نفسك مراجعة عن عملك طولي اليوم مش أكثر يعني لا مواقف هك حرجة أو أحداث هك صارت معك بخلال مسيرتك يعني خلال نقلك لنشرة الأخبار أو محاورة أو شيء هو المواقف العفوية دايماً بتصير مع المذيع يعني بتلاقي مثلاً ممكن الصوت يقطع بتلاقي مثلاً ضيف يهاجم بتلاقي شغلات لوجستية ممكن تصير فهي من المواقف الطريفة هدي على طول بتصير لأنه نحن على الهواء مباشرة وأيشي على الهواء معرض وهذي يعني ماشينز اللي بنتعامل معها ما بتخافي بس تكون عندي خوف رهبي يعني وصار عندي كايك أحساس الكاميرا أو تطلعي أو تحوري شيء طبيعي الكاميرا لها رهبة ولن تزول الرهبة مهما كان لها رهبة حلوة يعني الرهبة اللي هي احترام الكاميرا هذا أي مذيع مهما كان طويل السنوات بالعمل رهبة الكاميرا وأول دقيقة هذي لازم تكون موجودة طبعا أنتو بالناس بيسألوكم كتير بيشوفوكم أن أنتو بالأخبار بيفتكروكم أن أنتو بتعرفوا كل شيء بهذا بيسألوكم هو اقتلاع بيفتكرو أن أنتو مزعين الأخبار يعني أنتو بتعرفوا كل الأحداث وهيك على قصة كورونا أو اللقاح وهيك حسب يعني نقاشاتك أو أنت عم محللين أو شيء اللقاح والأوضاع شو شو بتحس كيف الوضع أنا بعتمد أني في أي مقابلة بتكون إلها علاقة بكورونا أو أي موضوع يثار بحط نفسي مكان المشاهد يعني بيكون عندي نفس الفضول يلي هو بكون عندك كمشاهد وبسأل الأسئلة بحكم أني أنا بشعر أن أمي جالسة أو أختي جالسة تحب تعرف الجواب فأنا مثلي مثلك أنا كل اللي بعملوني بأخذ الأخبار اللي بتيجي بجمعها وبعطيهم كيف يعني بتحسي هذا اللقاح يعني؟ لا يا علي لأنه فيه لقاحات طبعا فيه لقاحات والدول اشترتها الناس خايفان إنو تاخدها؟ لا من شو تخاف طالما دولة دولة معتمدة لقاح معين وبتنصح الناس فيه أكيد لا طبعا ليه؟ ليه خاف؟ يعني المؤامر أو هذا اللقاح بيعمل شي أو كذا؟ لا 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 أبدا أبدا لذلك تابع الشرق تابع الشرق وانت هتعرف أنه كل التفاصيل لأنه فيه محتوى قوي يعني كل القنوات الإعلامية أكيد هلأ شغل الشغل للكورونا لكن اللقاح اللقاح هذا يعني شيء معتمد وكل الدول اشترتها وبالعكس ويجب أنه الواحد يحذر ويأخذ لقاح طبعا طبعا إن شاء الله يا رب الله يبعد عنا هذه الأزمة وتنتهي يا رب ومتمنى لك كل التوفي وشكرا كتير لأليك شكرا يا رب وشكرا شكرا يا رب وشكرا شكرا